أهلا بكم مشاهدين بعد أن حضر الناس قبل أيام أنهم سيفقدون أحبائهم بسبب فيروس كورونا وطالبهم بالتزام المنزل لكن اليوم أعلنت أو أعلن عن إصابته بالفيروس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عبر حسابه على تويتر أنه مصاب بالفيروس وغرد قائلا أصبت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بأعراض طفيفة وتبين أن نتيجة فحص كورونا إيجابية أنا الآن أعزل نفسي ولكنني سأظل أتابع عبر الفيديو إجراءات الحكومة في ظل استمرار محاربتنا للفيروس وفور انتشار الخبر بدأت التساؤلات تدور حول أعضاء الحكومة الآخرين فكل من اختلط بجونسون في الفترة الأخيرة عرضة للإصابة ومن المتوقع يخضع للحاجر للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس كما أن الأعلان عن إصابة جونسون أتى بعد أيام من أعلان إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس وفور أعلان جونسون عن إصابته بالفيروس انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فغرد توماس براونلي مستغربا كيف تمكن جونسون من إجراء الفحص وقال كيف استطعت إجراء الفحص في حين لا يستطيع الآلاف من الأشخاص الخضوع لفحص كورونا أما داني براين كان له رأي آخر وغرد إنه شخصية محورية في صنع القرار خلال أكبر أزمة عالمية في العصر الحديث يجب أن يعزل نفسه في حال كان مصابا فالمسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة علي الطيب كتب ساخرا كم هو محظوظ أصيب بأعراض طفيفة فقط واستطاع الخضوع للفحص في حين يعزل الجميع أو يعزل الجميع في منازلهم غير قادرين على إجراء الفحص زاك براون كتب مدافعا عن جونسون خضع للفحص لأنه رئيس الوزراء وأهم شخصية في المملكة المتحدة وهو المسؤول عن الحفاظ على سلامة البلد بهذا مشاهدين نصل إلى ختام فقرتنا خاصة ما تم التعليق به من قبل المغردون على إصابة رئيس الوزراء البريطاني